لو انت بتستخدم كنفا لعمل فان نيلز يوتيوب او لعمل تصميقه بشكل عام فخليني كده اقول لك على تركية لطيفة لسه متاحة جديد في كنفا. الصورة دي عملها لي مصمم محتلف ربنا يكرمه على الشغل الرائع اللي هو عمله. فخلينا اقول دلوقتي ان انا عايز مثلا عناية دي تكون بتنور. يعني هو عامل ناحية تانية شكل روبوت ودمجه مع الجسم بتاعي او مع الوش بتاعي. فخلينا اقول دلوقتي شرطا. دلوقتي اروح على هدي طبعا عندي هنا مميزات زي والماجيك طبعا شرحنا المميزات دي قبل كده فممكن تفرج على الفيديوهات دي لو انت حبيب لكن في الوقت الحالي اللي انا محتاجه هو هدوس عليها. دلوقتي هحدد الحتة اللي انا عايز اعمل فيها التعديل. وهينا قدامي اكتر من حاجة احدد العين بس او احدد جوه النضارة. طبعا هنحتاج نجرب اكتر من حاجة لحد ما نوصل للنتيجة اللي هتكون مناسبة لنا. فانا في الوقت الحالي هبدأ بان انا احدد كل اللي جوه النضارة قدر الامكان كده باتقان. بعد كده هدوس على هنا دلوقتي هبدأ ان انا اقول له وهدوس على طبعا اه يفضل انا اغير فيه الكتبات لحد ما اوصل افضل نتيجة فده هنشوفه برضو مع بعض. اه لو ما وصلناش نتيجة مرضية من اول مرة ممكن احنا نجرب تاني نغير الكتبات نغير التحديد بتاعنا وهكزا. زي ما احنا شايفين قدر نعملها بشكل نسبيا كويس وان كان غير فيه اتفاع العين وده مش افضل حاجة. دي يمكن احسن شوية بس هنا الرموش مبالغ فيها. هنا دي برضو تحت شوية. هنا دي اكبر كتير. فانا ممكن اقول له. هيبدأ ان هو يعمل اشكال تانية ممكن انا ابدأ اشوفها لو ما عجبتنيش ممكن انا المرة دي بقى اعمل التحديد من الاول والمرة دي مش هختار يعني مش احدد كل ده. لا انا هرجع للبروش. ممكن ان انا اعمل ريسيت براشنج اصغرها شوية عشان انا اقدر احدد العين. وهبدأ ان انا اخش هنا. ممكن احدد العين نفسها بالمناسبة. او ممكن احدد كل الجزء المفتوح. يعني على حسب برضو احنا حابين نعمل ايه? فهدوس وهعمل برضو وهدوس على فيبقى انا احط عينين يعني احط اللي عين تحت العين فطبعا ده مش افضل حاجة. وتقريبا انا عمل كده في كل الاحوال. فطبعا دي مش افضل حاجة نهائيا. فهرجع تاني واغير البراشنج. هعمل وهاجه احدد مسلا ايه? كل الريجين دي. وبعد كده هدوس على ونفس الكلام وهعمل طيب المرة دي كده بقت احسن كتير. اه يعني مكانها مضبوط. وان كان هي في حد ذاتها كالوان او كده مش افضل حاجة. هنا كويسة جدا. هنا افضل كمان. وهنا يعني نايمة شوية لكنها مش سيئة. هنا يمكن عشان لون الاصفر فده واضح اكتر. فده كويس. طبعا لو انت حابب ان انت تسيف معينة ممكن تعمل وتعيد نفس الموضوع تاني. تروح تعمل تاني في صورة مختلفة بحيث ان انت تخلي اكتر من شكل. ولو حبيت ان انت يعني تستخدم غيره او كده يبقى برضو عندك متسع من الحرية. فدلوقتي هعمل وزي ما احنا شايفين دي الصورة بتاعتي قبل وكويسة جدا. ودي بعد طبعا بعد ما عملت التعديل ده بالذكاية الاصطناعي داخل القنفا. دلوقتي بقى لو عايز تعرف ازاي انك تستخدم قنفا وتستفيد منها في عمل تصميمات فيديوهات او حاجات تانية كتير فاشتراك دقاتي في القناة. انا حسام الدين حسر ودي قناة ايبري نيرز. القناة اللي هتساعدك تعرف كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا بشكل عام. والذكاية الاصطناعي. والواقع الافتراضي تحديدا.